بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب وطالبات الصف الرابع لابتداء الأبطال من معاهد برامج التربية الفكرية بدرس جديد في مادة التربية البدنية معي أنا أستاذ ماجزة الحميدان اليوم إن شاء الله رح نتطرق لمراجع لما تم دراسة خلال فصل الدراسي الأول ونستكمل مراجعتنا يا أبطال للدروس والمهارات اللي أخذناها خلال فصل الدراسي الأول ولكن قبل البدء في المراجعة أريد التذكير يا أبطال أن المراجعة رح تكون بشكل مبسط ومختصر لذلك عند فقدام معلومة أو محاولة البحث عن معلومة بشكل أكبر ابحث عن مسمى الدرس أو المهارة في قنوات عين يا بطل والبحث باسم المهارة ورح تحصل على معلومة كاملة بالفيديو والصور وأيضا بشكل لأداء المهارة يا بطل خلونا نشوف مراجعتنا لهذا اليوم يا أبطال دائما قبل لا نبدأ نذكر قوانين التعلم عن بعد نجهز الكتب والأدوات التي نحتاجها قبل بداية الدرس أيضا نستمع إلى المعلم أو المعلمة بكل تركيز أيضا نتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص حتى نحصل على الفائدة كاملة يا أبطال فوائد ممارسة نشاط الرياضي رفع مستوى اللياق القلبية التنفسية يحسن صحة عقلك ومزاجك يظهر شكل جسمك بشكل جميل ومتناسق يقيك بإذن الله من أمراض عدك أمراض السمنة والسكر والقلب كفان الله وإياكم شرها خليك قادر على ممارسة جميعا شطك خصوصا الرياضية فممارسة الرياضة يا أبطال دائما تنعكس على حياتك بشكل إيجابي وأكيد تحسن من شكل حياتك يا بطل فحافظ على مستوى استمرارك في ممارسة الرياضة حتى تصل لمستوى عالي دائما يا بطل رسالة إلى أولياء الأمور فاضلا نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم نستكمل دروسنا يا أبطال الهبوط لارتفاعات مختلفة بطريقة صحيحة وآمنة يعد الهبوط أحد مهارات الوثب والذي يعرف بالوثب لأسفل وهي مهارة من المهارات الحركية الأساسية مثل ما قلنا القفص بارتفاعات مختلفة في حصة سابقة يا أبطاله في مراجعة سابقة فالهبوط من أعلى إلى أسفل يعد أيضا أحد أشكال الوثب لأنه يكون من خلال القفص عاريا ثم الهبوط بكلتا القدمين يا أبطال ولكن الفرق بينه أكيد وبين القفص بارتفاعات مختلفة أن القفص يكون من مستوى الأرض والهبوط يكون من مستوى عالي باستخدام أدوات آمنة يا أبطال يعد الهبوط أحد مهارات الوثب الذي يعرف بالوثب مثل ما ذكرنا لأسفل وهي مهارة من المهارات الحركية الأساسية أو الانتقالية يا أبطال وهي حركة انفجارية تتمثل في دفع كتلة الجسم بأكمله في الهواء للهبوط على الأرض أي يا أبطال حركة انفجارية من القدمين تكون من خلال دفع القدمين القاعدة أو قاعدة الارتكاز يا أبطال يكون من خلال الثاني ودفع القدمين للأعلى ومن ثم الهبوط أيضا مرة أخرى على كلتا القدمين يا أبطال وتتطلب أداء متوافقا لكل أجزاء الجسم معنى وتستخدم في الكثير من الألعاب والأنشطة الترويجية أي يا أبطال أستخدم اليدين وأيضا النظر للأمام أو مكان الهبوط وأيضا القدمين كامل يا أبطال من خلال الثاني وبالشكل هذا يا أبطال فيكون الجسم كله يا أبطال يعمل من خلال الهبوط بشكل صحيح وآمن وتستخدم في رياضات عدة ورح تستفيد منها في رياضات عدة من خلال الهبوط أثناء أدائك لبعض المهارات في كرة السلة واليد والطائرة وأيضا مثلا لحارس المرمى ومن يضرب الكرة بالرأس في كرة القدم وأيضا في ألعاب الوثب في ألعاب القوة رح تستخدم الهبوط بشكل كبير فربطه في المهارات الأخرى يبطال في الرياضات الأخرى يعتمد على تعلم كل المهارة بشكل صحيح الآن ويكون الجسم في مهارة الوثب لأسفل مرتفعا عن مستوى الأرض قليلا ولمسافة تراوح بين 20 و 30 سنتيمتر ويندفع للأمام والأعلى ويهبط على الأرض بكامل القدمين أي أبطال يكون عندي قاعدة ارتكاز عن هذه الأرض يكون ارتفاعها من 20 إلى 30 الارتفاع هنا يا أبطال عن الأرض يكون من 20 إلى 30 سنتيمتر وأكيد يجب أن تكون ثابتة وآمنة ومساحتها جدا كافية لأداء المهارة يا أبطال يكون الارتقاء بالقدمين معا وأصابع القدمين منتجه الأمام من وضع الوقوف على سطح المرتفع نشوف هنا يا أبطال قدمين تكون تتجه للأمام ونشوف هنا مستخدم أدات جدا واسعة وآمنة وأكيد صلبة ويكون ارتفاعها مثل ما ذكرنا من 20 إلى 30 سنتيمتر يا أبطال يلي الجذع للأمام قليلا مع ثاني الركبتين نشوف كيفية ميلان الجذع يا أبطال ونشوف كيف ثاني الركبتين استعدادا للهبوط على الأرض تدفع القدمين معنى السطح الواقف عليه للتحرك للأمام والأعلى وتكون مقدمة القدمين المشطان آخر من يترك سطح الوقوف أي أبطال لما ينتقل الجسم للأمام وللأعلى استعدادا للهبوط آخر ما يترك سطح أبطال أو سطح القاعدة هي القدمين أو المشطان يا أبطال ثاني الركبتين قليلا لانتصاص صدمة مقابلة الأرض لها مع ميل الجذع للأمام أي أبطال حتى أثناء الوثب للأعلى والأمام تثنى الركبتين وأثناء الهبوط للأسفل تثنى الركبتين حتى تمتص صدمة الأرض يا أبطال بعد اكتمال الهبوط يتم مد الركبتين والجذع لأعلى للوصول لوضع الوقوف على طول نشوف وضعية الركبتين كيف مثنية نرجع مرة أخرى ويكون الجذع بشكل مستقيم للعودة للوضع الأساسي عند بد المهارة تتحرك الذرعان بجانب الجسم بالتوافق مع حركة الهبوط للمحافظة على توازن الجسم تكون حركة الذرعان بالشكل هذا يا أبطال أو حتى بالشكل هذا حتى تحافظ على توازن جسمك يا بطل لذلك تقولنا نستخدم كافة أجزاء جسمي حتى نؤدي المهارة يا أبطال يحافظ على النظر للأمام ولأسفل في اتجاه موضوع الهبوط للأمام وللأسفل يا أبطال اتجاه موضوع الهبوط حتى نهبط بشكل صحيح وآمن نشوف هنا نموذج استخدم كرسي بارتفاع تقريبا 30 سانتي متر يا أبطال صعدوا المشطان للأمام ومن ثم يبدأ بأداء المهارة شوفوا صابع قدمين منتجه للأمام بعد ذلك من الجذع قليل للأمام وثانين ركبتين نصفا شوف كيف بعد ذلك يا أبطال ننتقل بأداء المهارة مشطان الأمام قفص عاليا لذرعان جانبا لحفظة وزن الجسم النظر للأمام والأسفل عند أداء المهارة والهبوط بكلتا القدمين وثانين ركبتين لامتصاص صدمة مقابلة الآرض لها يا أبطال الأخطاء الشيء عدم التدرج عند أداء المهارة ما ينفع نستعجل عند أداء المهارة يا أبطال عمل المهارة بدون معلم أو معلم التربية بدنية حيث يمهدونك ويسهلون لك أداء المهارة باتباع الخطوات الفنية والتدرج من السهل إلى الصعب أداء المهارة في مكان غير مناسب دائما نذكر أن عوامل الأمن والسلامة واستخدام مكان مناسب يا أبطال أهم من أداء المهارة استخدام أدوات غير مناسبة لأداء المهارة مثل الكرسي الطال لا يصح أن نستخدم كرسي قابل للكسر أو غير مناسب لأداء المهارة بعد دخلنا على درس النف حول المحور العرضي للجسم هو حركة يتم فيها تدويل الجسم حول محوره العرضي أو الوفقي الذي يمثل قط وسط الجسم ويمكن أداء حركة دوارة الجسم حول محوره العرضي من أوضاع مختلفة مثل الوقوف والتعلق والجلوس على أربع أبطال هذا الوضع الأول وهنا الوضع الثاني والوضع الثالث من خلال التعلق أبطال على العقل تعلم كل المهارة بشكل صحيح سيسهل عليك تعلم محارة الدحرج الأمامية من الثبات الماشي بعد ذلك ربطها في مهارات أخرى في الجنباز حتى تتعلم وتربط المهارات فيما بينها لذلك دائما نقول عند تعلمك لمهارة صعبة تعلم السهر يا بطل حتى تدرج وتصل للصعب خلونا نشوف خطوات الأداء المهارة يا أبطال بالإمكان كذلك عمل ربع أو نصف أو ثلاث أربعة أو دورة كاملة من الثبات أو الحركة حول المحور العرضي للجسم هنا نشوف أداء الحركة حول المحور العرضي وكيف يكون جسم في وضع الدوران والدوران بكامل جسم يا أبطال لأداء حركة دوران الجسم يحدث تحدث في العمود الفقري هنا واحد العمود الفقري اثنين في الرقبة ثلاثة في الأكتاف وأربعة في الجزع وخمسة يا أبطال في الحوض أي لو لاحظنا الرقبة والأكتاف والعمود الفقري والحوض يا أبطال معناته أنه جسم كامل يتحدث ويصبح بشكل مقوس يا أبطال لأداء المهارة تبدأ بوضع اليدان على الأرض أي تشكل يدان قاعدة الاتكاز ينقل ثقل الجسم عليها لأداء حركة الدوران بعد ذلك تستخدم غالبية حركات الدوران في المهارات الحركية لرياضة الجنباز ولازم نذكر عن أهم خطأ شائع أثناء الدوران وضع اليدين على الأرض يتم الدوران ومواجهة الأرض بالكتفين يا أبطال فلا تكون مقدمة الرأس تلامس الأرض بل يضم الرأس والذقن يا أبطال للصدر ويضم الصدر أكيد إلى قدمين تلامس مقدمة الرأس الأرض تدرج في أداء المهارة بالصورة نشوف تبدأ من وضع الوقوف ثم وضع اليدين على الأرض من خلال الجلوس على الأرض بعد ذلك الدوران وأداء المهارة ثم العودة إلى الوضع الأساسي يا أبطال نشوف هنا نموذج للأستاذ أول شي استخدم مراتب آمنة لأداء المهارة وضع اليدين على الأرض أدى الدوران من دون أن تلامس مقدمة الرأس يا أبطال الأرض أهم حاجة استخدم أو كان في مكان أدى المهارة في مكان مناسب استخدم أداة مناسبة بدأ من وضعية الجلوس على الأربع وهي أسهل وضعية لأداء المهارة والتدرج بها بعد ذلك أدى الدوران من خلال نشوف التحدب فيه الرقبة والحوض والأكتاف والعمود الفقري ونشوف ضم الرأس أيضا وذقن إلى الصدر وأداء المهارة وآخر ما يترك الأرض القدمين لأنها هي التي تدفع جسم ثم العودة إلى الوضع الرئيسي أبطال ونشوف هنا نموذج البطل كيف يثني الركبتين تشكل يدينا قاعدة ارتكاز على الأرض ينقل ثقل الجسم عليها ثم يؤدي حركة الدوران بشكل صحيح دون أن يلامس رأسه الأرض يا أبطال ونشوف عند أداء المهارة كيف استخدم مكان آمن وأيضا مراتب نشوف المراتب كاملة في مكان مهيئ لأداء الجنباز يا أبطال وبعد ذلك العودة إلى الوضع الرئيسي يا أبطال من أخطاء الشيء عدم التدرج عند أداء المهارة ومن أخطاء هذه الوالدة يا أبطال أن الطالب لما يكون يؤدي المهارة وبكذا قد تحدث الإصابات لا سمح الله في الرقبة أو في الرأس أو في أي جزء من أجزاء جسمها لذلك نكون مهيئين مكان مناسب مع معلم معلم التربية بدنية ونؤدي المهارة بشكل آمن ومناسب أداء المهارة في مكان غير آمن ومناسب دائما نختار المكان ونذكر أنه عوامل أمن والسلامة أهم من ممارسة النشاط البدني منامسة الرأس للأرض قلناها أن الرأس من أخطاء الشاعة أثناء تأدية المهارة يفترض أن الرأس لا يلامس الأرض بل كتفين أبطال هي أول ما يواجه الأرض في ختام مراجعتنا أبطال تذكر أن أي مهارة يوجد لديها شرح كامل في قلوات عين تستطيع العودة والإطلاع عليها بشكل كامل أستودعكم الله الذي لا تضيعه دائعه في أمان الله